تحذير لمن يسهرون الليل وينامون النهار هذا واحد من السياح اللي راح تركيا كان في جازف وراح لتركيا وهناك يقول جلسنا في فندق الفندق هذا في منتجع صحي يعني زي مكان صحي يعني يسوع علاج الأشياء الصحية وهذا يعني كان عالمي مشهور هذا المنتجع عنده جوائز عالمية وزي كده ويقدم مختلف أنواع العلاج الصحية يقول أخذني الفضول وقلت خلينا استفيدنا العلاج حق المنتجع هذا من باب التسلية وهنا حدثت الصدمة اللي غيرت نظام حياتي يقول لي رحت عند الدكتور على طول ركب الطبيب جهاز على راسي وأول إشارة أصدرها الجهاز أنا ما فهمتها إشي لكن الطبيب المشرف شرحها لي قال لي أنت كم ساعة تنام بالليل سألته ليش هذا السؤال قال له لأن الإشارة الإلكترونية تقول أنك ما تنام في الليل قلت له نعم أنا أقضي ساعات طويلة من الليل على النت والتلفاز وبعدين أنام في النهار قال له هذا الشيء سبب لك خمول شديد في خلية فيه في المخ هي المسؤولة عن النمو يعني يكبر الشيء قال له أية نمو؟ أنا لست طفل عشان أبغى أنمو يعني كيف أنمو؟ تبسم الطبيب وقل له النمو اللي أنا أقول لك عليه هو المحافظة على أعضاء الجسد جميعا من إصابتها من إيه؟ بالشيخوخة بدءا بالجلد والقلب والكلة والكبد والأمعاء والعظام إلى آخره أجهزة الجسم قال له هذه الغدة اللي في المخ لا تعمل في النهار هذه الغدة اللي مسؤولة عن النمو ما تشتغل في النهار هي تتوقف عن العمل في الفجر تشتغل طول الليل وتتوقف في الفجر عملها فقط بالليل إذا كان الإنسان نائما وإذا ما كان نائما هاجمت الأمراض أعضاء إجسادنا الهرمة التي لن تقوى على مقاومة الأمراض ومن تلك اللحظة هذا الشخص يقول من تلك اللحظة قررت أن أستعيد نظام حياتي الذي شوهته التكنولوجيا الحديثة بالسهر وانا أردد قال تعالى وجعلنا الليل لباسا يقول سأخبركم بفائدة ولا تبخلوا أنتم أيضا بإرسالها لمن تحبون من توضأ قبل أن ينام فإن الله يرسل له ملك يبات بين ثوبه وجلده يستغفر له حتى يستيقظ فلنحرص على الوضوء قبل النوم يقول لك رجاء لا تتوقف عندكم أرسلوها لغيركم إذا تقدرون واكسبوا أجرها ألا تحبون أن يغفر الله لكم للمزيد من المعلومات طالع جيدا على الغدة الصنوبرية التي تزن حوالي 180 ميلي جرام بالتقريب قد حبت الحمص هذه الغدة سبحان الله الصنوبرية موجودة خلف الإذن موجودة وراء الإذن متى تعمل؟ تعمل في الظلام فقط من بعد صلاة العشاء إلىين؟ قبل الصبح بساعته وهو عبارة عن لقاح مجاني من عند الله عز وجل لا يستفيد منها إلا من ينام بعد العشاء وفي الظلام هذا إن شاء الله نستفيد ويا رب إن شاء الله نقدر ننام صح ننام يوم وهذا بس نحاول أنه كل يوم ننام من بعد قول الساعة 12 يعني خليه إلينا الساعة 12 إلينا الصبح حتى لو كملنا بعد الصبح بس يكون أخذنا جزء من الليل نايمي اللي يناموا يا بختهم إن شاء الله واللي ما يناموا إن شاء الله ربي قدرهم يناموا عشان يستفيدوا من الاستفادات هذه اللي ربنا رب العباد أعطانا هي مجانة الله إن شاء الله يتقبل مننا ومنكم يا رب حاولوا حبايبي تناموا خذوا وقت كافي من النوم عشان الخلية اللي في المخ وعشان الغدة الصنوبرية بارك الله فيكم